بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا Chapter 4 نظريات الانهيار المتعلقة بالتحميل الديناميكي طبعا احنا شفنا قبل كده أنواع التحميل المختلفة والإجادات النتجة عنها Types of dynamic loading It has been found experimentally that وجد عمليا أنه When material is subject to previously defined stress الاسترسزز اللي احنا تعرضنا لها قبل كده أو عنواع التحميل المختلفة اللي احنا شرحناها في الدروس السابقة لما يتعرض لها الجزء It fails At a stress below the yield point stress بيحصل الانهيار مش عند Sigma yield زي ما قلنا قبل كده خاص بالدكتالي المتيريال مثلا الفيلير مش بيحصل عند Sigma yield لكنه بيحصل أقل من Sigma yield نتيجة ايه؟ نتيجة تعرضه لل Stresses اللي احنا الديناميك اللي احنا اتعرفنا عليها Such type of failure of material is known as fatigue اللي هو الكلل نتيجة تعرض الجزء الى الجهدات متغيرة متكررة فبيحصل كلل او فتيج اللي احنا بنقول لفتيج وبالتالي بينهار الجزء تحت تأثير او عند stress أقل من Sigma yield اللي هو جهاد الخطوة بتاعه The failure is caused by means of progressive crack formation ده بيحصل عندي micro cracks او cracks على المستوى المايكروسكوبي بيحصل لها crack initiation تبدأ في الاول على المستوى المايكروسكوبي وبعد كده crack propagation تنامي الى ان تصل الى السطح ويحدث للايه؟ الفيلير طيب الحل بقى عشان اعرف الفيلير بيحدث هنا عند قيمة stress لازم احدده لكل material علشان كده بنجري اختبار ما يسمى بالفتيج test اللي هو اختبار الكلل بجيب عيانة زي ما احنا شايفينها بالشكل ده كده بعرضها الى اجهاد bending واثناء الدوران بتاعها بحسب number of cycles وبعرضها الى اجهاد برسم المنحانة اللي قدامي ده اللي هو الاسترس والnumber of cycles العيانة اللي قدامي باخد هنا مثلا وليكن اعرضها الى استرس عالي اوي هنا واشوفها هتعيش كام number of cycle وبعد كده احصل لها الفيلير واروح حاطة نقطة هنا وبعدين اعرضها الاجهاد اقل وبعدين اعرضها الاجهاد اقل واشوفها هتعيش كام وبالتالي بينتج عندي المنحانة بالشكل ده كده وبلاحظ ان هو بيثبت تقريبا في المرحلة دي ومن هنا باخد على استقامته هو ده الجزء اللي بيحدد للسيجما انديورنس او حد التحمل بالنسبة للمادة ودايما سيجما انديورنس ده هتلاحظ ان هو بيساوي من point 8 الى point 9 من السيجما ييلد يبقى هو اقل من سيجما ييلد ده طبعا حاجة special case خاصة بالستيل والاختبار ده بجري على كل المعادن عشان احدد سيجما انديورنس لكل معدن على حدة وبعد ما حدد المعدن السيجما انديورنس بتاعته باخد factor of safety طبعا باخد هنا سيجما انديورنس مقسومة على سيجما ديزاين او سيجما وورك عشان اضمن ان هو يشتغل بسلام وما يحصلش الفلير نكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة